السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرد ان شاء الله هنتعرف على حاجة دي ده اسمها. اه اولا اعرفكم بنفسي اخيكم عمر سليم. اه صحة مدونة نهوز البيم. دي مدونة متخصة باي حاجة خاصة اه بالبيم. اه زي الربت نيكس بوركيس كونتك اوف. الفزاري. ببرامة كترة جدا ان شاء الله هنتعرض اه مع بعض ديها. نرد ان شاء الله معنا موقع اسمه. اه الموقع دوت اه اضرف عليه مسلا اي ملف اوتوكات. اه وابدا اشوفه. ممكن اضبط اشوف حاجات. وابعته اللي انا عايز. اه دهو الموقع. اه اه دوت اوتو ديسك بيت كوم. اهاجي هنا. وقول له انا عايز اعمل افلود لملف يكون دي دابلو ايف. مجرد ان نفتح اي ملف في اوتوكات وقول لك سبورت دي دابلو ايف. خلاص الملف هيجي معي. اختار مسلا ملف هو دي دابلو ايف. اقول له قبل. هيبلا يحملولي. وابدا اشوفه. اول ما يتحمل نقدر بنعدل فيت زي ما احنا عاديين. او من الفواتف بده يتحمل. او ملف مش فاضية بس لسه لسه بيحمل. حسب سرعة النيت اللي عندك. اي ده الملف اللي انا احملته. ابدأ اشوفه ما عايزه. ممكن ادوات الحركة اللي المراتي ده. لو اه سري دي. بلايه حاجاته سري دي شغالة معي. اه لو انا عندي كزا ليه قوي. ابدأ اهلب ملمون. اجي هنا. لو عايز تفتح ملف جديد ممكن اقول له اوبين. وبعد كزا ملف. او هنا هيبدأوا بموجودين عند هنا. اقول له سيند تو. اللي انت عايز تبعت. اه هجيب الاميليات منين. هبعث مثلا من جيميل. ولا من ياهو. ولا ما تكتب ده او اتلوك. زي ما انت عايز. تعم? وتبدأ تكتب الاميليات اللي انت عايزها وتبعتها. تبعت اللوحة دي للاشخاص اللي انت عايز تبعت ده. تمام? اه الفكرة لذيذة وبسيطة. اه ان شاء الله تعجبكم. اه انكم مع مرسليني.